في رسالة رسمية قدمها خمسة أعضاء في الكونغرس الأمريكي للرئيس جو بايدن كشفت عن مضامين تقارير للإدارة الأمريكية بوجود انتهاكات في ملف النفط القادم من إيران إلى العراق أو تصدير النفط العراقي إلى إيران الرسالة حملت صيغة المطالبة الفورية من الرئيس جو بايدن بمحاسبة مسؤولين عراقيين تورطوا بعمليات استغلال للنفط العراقي من قبل ميليشيات كما تقول الوثيقة أو جهات تعمل مع إيران والحرس الثوري الإيراني كوسيلة لتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات الدولية المفروضة على إيران تكشف الرسالة أيضا أن أرباح هذه العمليات قد تصل إلى مليار دولار سنويا حيث يتم تهريب النفط الإيراني إلى السوق العالمية تحت اسم النفط العراقي مما يعزز الاقتصاد الإيراني أو أذرع إيران القلق الرئيسي يكمن في احتمالية تورط مسؤولين كبار في العراق ووزارة النفط في تسهيل عملية نقل النفط الإيراني الخام عبر موانع العراق حيث يتم خلطه بالنفط العراقي وتصديره مجددا كنفط عراقي مما يتيح لإيران التهرب من العقوبات الأمريكية والوصول إلى الدولار الأمريكي بطرق غير قانونية الأمر الذي حرك الأعضاء في الكونغرس لضمان عدم السماح بتمويل الإرهاب أو تهريب النفط خاصة في ظل استمرار إغلاق خط أنبيب العراق وتركيا مما يعوق الاستثمارات الأمريكية في المنطقة صدى رسالة الكونغرس حمل مخاوف وتحذيرات عاجلة من أرواقة سياسية في الشارع العراقي بضرورة إبعاد العراق عن أية شبهات في ورقة تصدير النفط وإيقاف تهريب الدولار سيما في وقت أمس ما تحتاج فيه بغداد لأن تدشن تعاوناً اقتصادياً ومصرفياً مع أمريكا للنهوض بواقع الاقتصاد وتنويعه من حيث المشاريع النفطية وغيرها من استثمارات في قطاعات مختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر